مرحبا جميعا واهلا بكم في فيديو جديد لست نكملين في سلسلة العودة الى المدارس لو فاتكم اي حاجة من الفيديوات اللي نزلناها السنة دي روابط الفيديوات هتكون تحت في الديسكريبشن بوكس اتأكدوا منكم تشوفوها ولو عايزين تشوفوا افكار اكتر اتأكدوا منكم تشوفوا فيديوات السنين اللي فاتت هتكون كلها في البلايليست اللي بعنوان العودة الى المدارس اللي هتطلع لكم دلوقتي على الشاشة في فيديو النهاردة ان شاء الله شارككم شوية افكار سهلة وسريعة لللونش بوكس تاخدوا ايه معاكم وانتوا مراحين المدرسة او الجمعة حاولت بقدر الامكان اعملكم افكار سهلة جدا وبسيطة علشان ما تكسلوش انكم تاخدوا معاكم اللونش بوكس المدرسة او الجمعة قبل ما نبدأ في فيديو النهاردة معاكم نورة او نوريتا مهتمية بالاعمال اليدوية اعادة التدوير والنصايح اللي هتحسن حياتكم وتخليها افضل لو انتم كمان مهتمين بنفس الحاجات اتأكدوا منكم تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس عشان يصول لكم كل جديد ويلا بينا دلوقتي نبدأ في فيديو النهاردة قبل ما نبدأ بالوصفات اللي معانا في الفيديو خلوني أقولكم كم نصيحة سريعة وانتم بتختاروا البوكس اللي هتحطوا فيه الاكل اللي هتغدوه معاكم للمدرسة او للجمعة اولا اتأكدوا ان البوكس اللي انتم هتغدوه يكون متأسم والتأسيمة بتاعته تكون حجمها مناسب يعني مثلا ده متأسم بس صغير جدا حرفيا مش هاخد اي حاجة ونفس الشيء كمان بالنسبة لده فأهم حاجة او اهم نقطة في موضوع البوكس اللي هتحطوا فيه الاكل انه يكون متأسم التأسيمة تكون مناسبة وانا بلافلف في السوبر ماركت مع اختي لقينا الوكس ده حسيت التأسيمة بتاعته هتكون حلوة جدا وخصوصا كمان ان الحجم بتاعه مش كبير اوي ومش صغير يعني مناسب متأسم ليه جزئين والجزئين دولا كل واحد عليه غطى ولكن قررنا ان احنا ناخد حاجة حجمها يكون اكبر شوية بنفس التأسيمة بس ما كانتش حاجبني خالص الشكل الملزوء على البوكس فقررت ان انا لما اروح البيت اشيل الشكل ده من عليه علشان يكون كده سادة ومفوش عليه اي حاجة يبقى اما حاجة في اختيار البوكس حاجتين اولا انه هيكون متأسم تأسيمة مناسبة ثانيا اختيار الحجم على حسب الحاجة المناسبة بالنسبة ليكم سواء كان كبير او صغير ويفضل دايما ان الحجم يكون متوسط عشان تقدروا تتمشوا بي وتتحركوا بيه بسهولة خلوني بقى وريكم البوكس اللي احنا اخدناه البوكس متأسم كالتالي متأسم ليه جزئين الجزء الاول متأسم ليه تلات اقسام اما الطرف التاني من البوكس مفوش اي تأسيمة ولكن بييجي معاه معلقة وشوكة في نفس الوقت يعني هي معلقة وشوكة في نفس الوقت وفيه مكان ليه المعلقة والشوكة دايات حلوة جدا الحركة دي علشان ما ننسهاش ننتقل بقى دلوقتي للجزء التاني من الفيديو اللي هشارككم فيه الافكار بقى الاكل اللي انتم هتحطوه في البوكس الاول فكرة هنكون محتاجين لطوست حطيت مايونيز فيه التوست وبعد كده حطيت جبنة شيدر اختاروا اي نوع جبنة بتحبوها بالنسبة للساندويت التاني هعمل فيه زعتر هحط معلقتين زعتر كبار وبعد كده هحط عليه شوية زيت زيتون بحيث انه القوام بتاع الزعتر ما بقاش سائل اوي ومش ماسك اوي يعني نفس القوام اللي قدامكم في الفيديو فردتوا على التوست وبعد كده قفلتوا وكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالساندويتشات هحطوا دايما الساندويتشات بتاعتي في الجزء اللي هو من فوق مش متأسم خالص ده لانه هو يعتبر اكبر مكان في البوكس بالنسبة بقى للجزء المتأسم في اول قسم حطيت فيه خيار وفي القسم التاني حطيت فيه سانبايت وده طبعا كسناك وبعد كده حطيت عنب اغضر تقدروا تختاروا اي فكهة تانية انتم حبنها وده يكون اول لانشبوكس اشتغلنا عليه سوا لتاني فكرة في فيديو النهاردة اولا هشتغل برضو على الساندويتشات والساندويتش اللي احنا هنعمله هيكون تونة اول حاجة فتحت علب التونة وحطتها في طبق غويت هضيف دلوقتي على التونة معلقة طحينة كبيرة وكمان هضيف شوية خل بسيطة لو بتحبوا الحاجات الحرائة ممكن تحطوا شوية شطة ولو مش بتحبوا ما تحطوش هنقلب كل الكلام ده كله مع بعضه وبعد كده هعمل الساندويتش بتاعي بقى دلوقتي في الخبز الابيض بحب اني افتح الخبز كده جزئين يعني ما بحبش استخدمه زي ما هو كده ففتحته جزئين نفسه بدامكم في الفيديو بعد كده بدأت اني افرد التونة بتاعتي في الخبز هضيف دلوقتي فوقه خيار مخلل التونة مع الخيار المخلل بجد حلو جدا لازم تجربوا المكس ده هلفل ساندويتش بتاعي وبكده نكون خلصنا اول حاجة في البوكس بالنسبة الباقي اجزاء البوكس في اول قسم هحط فيه فلفل بعد ما قطعته بدأت ارصه اكتشفت ان انا هحطاه بشكل شارس المرور الموضوع جايب الصدفة جدا في الجزء التاني عملت صلاة الطماطم سريعة جدا قطعت طماطم في شكل مكعبات وحطيت عليها كزبرة وبعد كده رشة كمون ورشة ملح وفي اخر جزء خالص في البوكس هحط فيه ملتوء اللي هو بيكون كروسون جواه شوكولاتة وبكده نكون خلصنا تاني فكرة موجودة معنا في فيديو النهاردة لتالت فكرة بوكس معنا في فيديو النهاردة هنكون محتاجين ليه توست او ممكن تستخدموا خبز ابيض وهنكون كمان محتاجين ليه صلصة بيتزا اول حاجة هعملها هي اني هحط صلصة بيتزا على التوست وبعد كده هدهنها كلها وهنكون كمان محتاجين لزيتون مقطع ممكن تختاروا اسود بس او اخضر بس او الاتنين انا حطيت الاتنين واخير حاجة هنكون محتاجينها هي جبنة موزرلة اتوقع قدرتوا تخمنوا احنا عملين نعمل ايه عملين نعمل ميني بيتزا سريعة كده ممكن ان احنا نعملها حرفيا اشتخد منكم خمس دقايق دلوقتي هسخن بقى البيتزا بتاعتي ديت في التواصل لو عندكم مايكرويف طبعا يكون احسن وهيختصر وقت عليكم اكتر وبعد ما الموزرلة تسيع خلونا نعمل دلوقتي صلطة اللي هناخدها معانا الصلطة هتكون عبارة عن فلفل مقطع وخيار مقطع وكان فيه زيتونة بقى من البيتزا اللي انا عملتها من شوية فقلبت كل الكلام ده كله مع بعضه الحلو في اي فكرة صلطة ان هي فلكسبل قوية يعني تقدروا تحطوه اي حاجة انتم عايزين تحطوها حطيت بقى في باقي البوكس اولا حليب بالشوكولاتة وحطيت كمان شوكولاتة علشان التحلية الجبنة كانت خلاص ساحت فحطيت البيتزا بتاعتي فيه البوكس وكده نكون خلصنا تالت فكرة معانا في فيديو النهاردة للفكرة اللي بعد كده الساندويتش هيكون بسيط جدا بس خبز ابيض وفتحته نصين وحطيت فيه جبنة رومي ممكن تحطوا اي نوع جبنة تانية انتم عايزينها لان الساندويتش فيه الفكرة دية مش هو البطل الاساسي او البطل الرئيسي البطل الرئيسي بتاعنا حاجة تانية هنشتغل عليها دلوقتي غلفت كل ساندويتش لوحده بالبلاستيك لان مش هحطوهم في العلبة والبطل بتاعنا اللي هيكون في الفكرة دي هي صلطة الفواكه اختاروا اي فواكه انتم بتحبوها وقطعوها كلها اولا هحط برقو انا عن نفسي يعني وهحط جوافة وهحط كمان كمترة واخيرا هحط عنب بالوان مختلفة علشان كده يكون الصلطة كلها الوان بعد كده عملت عصير منجة يعني خلطت منجة في الخلاط وبعد ما المنجة خلطت حطتها فوق الفواكه اللي انا قطعتها دي حرفيا احلى صلطة الفواكه ممكن تكلوها اللي هي بعصير المنجة حلوة جدا ومنعشة قوي ولان صلطة الفواكه فيها عصير عشان ما تبهدلش الدنيا اتأكدوا انكم تحطوها في علبة بتكون بتتقفل كويس زي العلب ديات بتكون كويسة جدا وبتحافظ على الحاجة ومش بتبهدل الدنيا كده نكون خلصنا الفكرة التالتة اللي معانا في فيديو نارضة الحلو في الفكرة ديات انه اوقات احنا بنكون عايزين كده حاجة تكون خفيفة ومنعشة في نفس الوقت فصلاتة الفواكه دايما الخيار المثالي لكده اخر فكرة بقى دي حاجة سهلة جدا ومش هتاخد منكم اي وقت لو صحيتوا متأخر ومعندكمش وقت انكم تعملوا حاجة هنكون طبعا محتاجين لخبز اختاروا النوع اللي انتم عايزينه افردوا جبنة في الخبز بتاعكم اي نوع بتحبوه وبعد كده هنحطوا فوق الجبنة بتاعتنا رشة زعتر وهنقفل الساندويش بتاعنا وبكده نكون خلصنا الساندويشات بتاعت النهاردة بالنسبة بقى الباقي البوكس بتاعنا اصل حاجة ممكن تعملوها وانتم متأخرين هي انكم تقطعوا خيار على السريع خدوا معاكم اي عصير بتحبوه واخيرا لي الحلو حطيت بسكوت اختاروا اي نوع انتم بتحبوه وبكده نكون خلصنا الفكرة الاخيرة في فيديو النهاردة اتمنى بجد ان فيديو النهاردة يكون فتكم ويكون واضح بالنسبة ليكم لان حرفيا ما كنتش عارفة اصور لان ما كنتش معايا وقت تصوير الفيديو ده الكاميرا او الترايبود وانا كنت حرفيا مسبتة الموبايل بتاعي على الكوباية دي ما تسألونيش ازاي فاتمنى ان التصوير كان واضح وما كانش مزعج للعين وانكم تكونوا كمان استفدتم من الافكار ده كان فيديو النهاردة والحظة نشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله كونوا بخير وإلى اللقاء